الهولندي اللي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا وحصل بالفعل متوقع كمان حدوث عدد من الزلازل في الفترة الأخيرة وحصلت هي كمان لكن في الأيام اللي فاتت أثارت آخر توقعاته اللي بتخص حدوث زلزال مدمر في الانطقة العربية الجدل كبير جدا وكمان أثارت رعب وقلق عدد كبير من المواطنين بس اتقابلت تكاهنات دي بموجة من انتقادات من الخبراء ويقالوا عنه أنه منجم وأن كلامه تكاهنات ملهاش أي أساس علمي فمنذ تنبؤ العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بزلزال تركيا وسوريا أول الشهر الحالي قبل وقوعه وبقى محط اهتمام العالم وأنظار العالم أيضا ما بقت تدويناته بتثير القلق والجدل وبقى معظم الناس في العالم بيتبونه ومن أيام انتشر مقطع فيديو لي وهو بيحذر العالم من وقوع زلزال مدمر في أول مارس ويقال أن أول أسبوع في مارس هيكون حرج وكمان توقع حدوث تسونامي نتيجة لزلزال تركيا وقال أن الأسوأ لم يأتي بعد تنبأ كمان بحدوث هذه الأرضية بمصر ولبنان لأن المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي ولكن مش هيقدر يجزم إذا كان الزلزال ده هيحصل إمتى لأن التنبؤ بتاريخ حدوث الزلزال أمر مستحيل ويوضح أنه بيستعين بتوقعاته بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة أما آخر تدويناته أظهر فيها خريطة ويعليها علامات باللون الأحمر ويعلق عليها وقال أن المناطق المحيطة بالمنطقة العربية ذات مخاطر عالية لزلازل أقوى من اللي حصل اليوم 6 فبراير في تركيا وسوريا ووضح أنه مش بيتنبأ بموعيد الزلازل على وجه التحديد وأن اللي بيقوله مؤشر عام وليس محددا زمنيا وبما أن في الفترة الأخيرة وقع عدد كبير من الزلازل اللي حس المصرين بيها والموضوع بقى فعلا مؤلق جدا بالنسبة لهم وبقى الناس بيتكلموا على مواقع تواصل اجتماعي عن الزلازل اللي كترت في مصر وأن الهدات الأرضية مقدمة لزلزال كبير هيحصل غير أن انحصار المياه اللي ظهر فيه بعض الشواطئ هيتبعه تسنامي وده في الحقيقة كان نتيجة لتوقعات العالم الهولندي بس خرج عدد كبير من الخبراء ويطمنوا المواطنين ويقابلوا تنبؤات العالم الهولندي بموجة من الانتقادات ورد بالفعل الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوب الزاقية على المناشدات اللي بتطالب أهالي المدن الساحلية بتركها فورا خوفا من حدوث تسنامي بسبب زلزال تركيا وقال إن حالة الهلعة والخوف الزاقد والتهويل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي ما لهاش أي أساس من الصحة وعلى المواطنين تحرد دقة وأخذ المعلومات من مصادرها طبعا أيضا المواطنين وقال إن مصر آمنة تماما وإن الزلزال تركيا وسوريا ما أثرش على المنشآت وإننا ما دخلناش حزام الزلازل زي ما في ناس قالت على منصات التواصل الاجتماعي وإن الزلزال أو الزلازل ما زادتش عن معدلاتها طبيعية زي ما بيعتقد البعض لإن مصر بيحصل فيها لعديد من الزلازل بس المواطنين ما كانوش بيحسوا بيها وإن الزيادة والتوسع العمراني اللي بتشهده مصر أدى لزيادة الشعور ببعض إلها الزيادة الخفيفة لأن التوسع بقى كبير جدا في بعض المناطق اللي كانت أما بيحصل فيها الزلزال بقى الزلزال بيحس بيه عدد أكبر من الناس كذب أيضا توقع العالم الهولندي بالزلزال اللي هيحصل أول مارس وقال إنه منجم ومش عالم زلزالي وإن التنبؤ بالزلزال أمر غير ممكن في الوقت الحالي على مستوى العالم كله ولكن من الممكن توقع حدوث الزلازل في بعض المناطق من خلال متابعة المشاط الزلزالي لكل منطقة ووضح إن كلامه دور حول الأماكن المثبتة على نطاق الأنشطة الزلزالية وإن من المحتمل حدوث الزلزال فيها في أي وقت فحديثه مجرد تكاهنات كمان قال إن طريقة العالم الهولندي اللي بتعتمد على حرفة الكواكب والنجوم وطريقة وأشكال ظهورها على الأرض غير علمية ولا يمكن الاعتماد عليها ويجب أن لا نعطيه قيمة أكبر من قيمته كنا نكون وضحنا لحضراتكم كل التفاصيل وفي النهاية بناتمنى لكم السلامة ونشكركم على حسن المتابعة وإذا قطر